الله أكبر 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 الأمن والاستقرار والجن هي عبادة الله عبادة الله ومع مرات عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتوهيده سبحانه أزوجل وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون ما أريد منهم من رزق والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة عن عبد الله واجتنب الطاقود فلا نجات للعبد فلا نجات للعبد إلا بصدق التوهيد ونبض الشرك تحقيقا للكلمة العزمى والعروة الوسقى لا إله إلا الله وما حديث معاذب جبل عليكم بغريب قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على همار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله وآله قال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا الحديث الحديثة إقرأ رواه الشيخان وتوعد الله سبحانه وتوحيد الله سبحانه عز وجل على ثلاثة أقسام منواله توحيد الربوبية وتوحيد العلوهية وتوحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم الذي له ملقى مؤوات العظم وإليه ورهبة وخشوعا وخوفا ورجاعا ومحبة ودعاء وتوسلا وتوكلا اعتقادا وقولا وامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم جعلنا إنا نسألك أمنا وإيمانا وهداية ويقينا وتوحيدا وتوحيدا خالصا وعملا وما وهنار وما للظالمين من أنصار عباد الله إن المسلم الغيور لا يحزن لحال الناس اليوم في كثير من البلدان وعمدا أو جهلا ومنهم من ينتسب بالإسلام ومنهم من ينتسب بالإسلام كثير ما هم عباد الله عظموا العمر التوحيد وعلموه وتعلموه وتعلموه واحذروا وسائل الشرك صغيره دينك رواه تنوذي ومن أثر يعني من أثر الدعاء من الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك أن أشرك بك وأنا عالم وأستغفرك لما لا عالم فعظموا أمر التوحيد اجعلوا مواد التوحيد في المساجد اجعلوا مواد التوحيد في المحققين للتوحيد باركات الله أقول ما تسمعون وأصفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم إنه سميع قريب مجيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسها الأمة وتركهم على مهتة البيضاء ليل ونهارها لا يزيغ أنها إلا هالك أما بعد يا أمسلمي ديكان يبغيات باتك الله وبنجي جنتالكي مناغوده مسا يا أكوم انظر الله صلى الله عليه وآله وسلم على توحيد كي ديكان أنبغا يا أكوم انشاري جواب بي صوت محقق و تحييت بندق صحيح لا يتلجلج محمد الرسول الله الرسول لا يتلجلج في قلمه السادق الأمين النبي العربي نترجم الآن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر